أهلا بكم مشاهدين في النشرة الجوية لنهار اليوم اللي قدمه لكم من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزاء إذا تبقى الأجواء من صافية إلى قليلة السحب على أغلب المناطق الشمالية وحتى الجنوبية للوطن مع تشكل خلايا رادية خلال الظاهرة بالمرتفعات الداخلية والهضاب العليا وصولا إلى الجنوب الغربي للصحراء نسهل المشاهدين نشطنا الجوية كالعدة بعرض صورة القمر الاصطناعي تضحنا صفاء واستقرار يميز أغلب المناطق الشمالية وحتى الجنوبية للوطن أما عن حركة الرياح الرياح ستكون من ضعيفة إلى معتدلة وهذا بالمناطق الشمالية وحتى الجنوبية للوطن تصل سرعتها إلى حوالي 40 كم في الساعة بدون إطالة نشوف الوضعية الجوية المرتقبة خلال الظاهرة نرتقب أجواء من صافية إلى قليلة السحب وهذا بالمناطق الساحلية الغربية الوسطى وصولا إلى المناطق الداخلية الغربية والوسطى تبقى الإشراقات تميز المناطق الساحلية الشرقية في حين نسجل تشكل خلايا رادية بالمرتفعات الداخلية والهضابة العليا والأوراس وصولا إلى منطقة الصورة وصولا إلى الجنوب الغربي للسحراء تبقى الأجواء من صافية إلى قليلة من مشمسة إلى قليلة السحب على أغلب المناطق الجنوبية مثل ما نشاهد في السورة مع تطاير للرمال محليا أما فيما يخص درجات الحرارة المرتقبة خلال الظاهرة ستصل بإذن الله إلى حوالي حين نسجل حوالي 37 درجة بمنطقة تعين سالح 35 درجة بأدرار 32 درجة على منطقة ثمن عز حين نسجل حوالي 38 درجة بأقصى الجنوب ببرج باجي مختار وعينكز 36 درجة بكل من إليزي وجانت حوالي 32 درجة على منطقة بشر 35 درجة على منطقة تيندو أما في المناطق الشمالية نسجل حوالي 30 درجة على منطقة عنابس كيكدا وجيجل 31 درجة بكل من الجزاء العاصمة ووهران 33 درجة على منطقة قلمة نسجل حوالي 33 درجة كذلك بمنطقة تيزي وزو في حدود 30 بمنطقة لمسان أقول و27 درجة بكل من البيض النعمة ومشرية ما فيما يخص الوضعية الجوية المرتقبة خلال ليلة اليوم نرتقي بجواء مستقرة وصافية على المناطق الشمالية للوطن باستثناء تشكل بعض السحب السفلة لتكون بدون فعالية بالمرتفعات الداخلية الغربية الأجوة تبقى صافية ومستقرة على أغلب المدن الجنوبية مناطق الأطلس الصحراوي الجنوب الغربي وسط الصحراء وكذلك بأقصى الجنوب وصولا إلى مرتفعات الأهجار والتصل لدرجة الحرارة الليلية ستصل بإذن الله إلى حوالي نحن سجل حوالي 21 درجة بكل من إليزي جانت عين صالح وأدرس 17 على منطقة تامنرس 27 درجة بأقصى الجنوب ببرج بجي مختار وعينغزان 23 درجة على منطقة تيندوف نحن سجل حوالي 19 بمنطقة بشر عما بالمناطق الشمالية سجل حوالي 17 بمنطقة تعنبا وكذلك بمنطقة قلمة وكذلك بمنطقة تيزيوزو حوالي 18 بكل من الجزائر العاصمة تيبازا وبومردس حوالي 19 بمنطقة وهران وكذلك بمستغانم وحوالي 14 بمنطقة تيلمسان في حدود 15 بمنطقة البيض النعامة ومشرية أما فيما يخص الوضعية الجوية المرتقبة لحالة البحر فإن البحر على الشواطئ الغربية والوسطى رح يكون من هادئ إلى قليل الاتراب وفق رياح مختلفة الاتجاه رح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية سرعة التراوح من 20 إلى 30 كم في الساعة بينما على السواحل الشرقية البحر رح يكون هادئ وجميل وفق رياح مختلفة الاتجاه من شرقية إلى شمالية شرقية تسل سرعتها من 15 إلى 20 كم في الساعة نهاية النشرة الجوية لنا شكرا لكم على حسن المتابعات وإلى اللقاء